الحقيقة السيفتي بتاعت الاجهزة اللي زي الهيمو دياليسيس ما هياش متسابق كده لكل واحد من المانيفاكشوررز يحدد يحدد هيعمل ايه حسب ما هو عاوز او حسب ما هو يفكر او حسب ما هو يعني يقرر الحقيقة فيه عندنا ستاندرد مهم جدا بالنسبة لاجهزة الهيمو دياليسيس اللي هو الانسي امي اردي فايف ده بيقول لنا بالزبط في الكونديشنز اللي فيها خطورة ايه اللي هيحصل وازاي هيحصل فعادة فتلاقي في كل الكونديشنز الخطيرة هتلاقي فيه اول حاجة لازم تستطب البلد بمب عشان ما يبقاش فيه اي دم اضافي يخرج من تاني حاجة لازم تتوقف رجوع الدم للبيشن لو فيه مشكلة طبعا هم نكلم عن احنا وقفنا بلد بمب يبقى معنى كده يعني الدم اللي موجود ده ممكن يحصل فيه فما تنمش الكلام ده لازم نوقف برضو رجوع الدم للبيشن لازم ناكتفات الدياليزيزة بايباس يعني نخلي الدياليزيت كمان ما يمرش على الدياليزر علشان لو فيه مشكلة ما يبقاش الدياليزيت دوت ما يبقاش مثلا فيه كونسنتريشن غلط او فيه درجة حرارة غلط ويبقين كونتاكت مع الدم. واخر حاجة لازم يبقى فيه حاجة تعمل صوت يعني لازم يبقى فيه يعني صوت مسموع او مسموع يعني مسموع ولازم يبقى فيه حاجة زي كده او حاجة حاجة بالشكل اللي هو زي ده كده بحيث ان هو يبقى من بعيد يقدر اي حد يلاحظ ان فيه مشكلة وده طبعا الاتنين طبعا بيبقى يعني عندما بيحصل مشكلة زي كده الجهاز بيتوقف ويتوقف بشكل سيف ولازم الشخص هو اللي يجي يشوف ايه المشكلة ويقرر بعد كده هو يعمل ايه علشان يعني ريمدي المشكلة دي او يحاول يخلي الجهاز يرجع تاني او السيشن تقدر تستمر بالشكل اللي هو السيف بالنسبة اشتركوا في القناة شكرا